لكن وحنا بنتكلم النهاردة ومبارك للعبات نادي الأهلي عن بطولة كأس مصر مبارك عايز أروح للقطتين مهمين جداً درسين مبارك من الكابتن محمود الخطيب في دقيقتين في المباراة مبارك أول لقطة مبارك ودايماً إحنا معتدين عليها كابتن محمود الخطيب بعد المباراة النهاية دايماً بينزل ويسلم وبحيي كل الفرقتين المشاركين مبارك كان موجود لعبات نادي الصيد لعبات نادي الزمالك ولعبات نادي الأهلي ده درس في الروح الرياضية إن وجود الكابتن محمود الخطيب مبارح في أرض الملعب في الصالة المغطى في الشرية الدخان مبارح وتحية كبيرة بنشوف مبارح وهو بيسلم على وبالصور مع لعبات نادي الزمالك كأنه بيسلم بالزبط على لعبات النادي الأهلي هو ده الروح الرياضية وهو ده الكابتن محمود الخطيب وده الشكل والصورة اللي احنا معتدين عليها دايماً مع الكابتن محمود الخطيب دايماً في نهايات يعني ألعاب الصلاة لقطة حلوة جدا ولقطة دايما زي بقول لحضراتكم الكابت المحمود الخطيب معتد عليها بنشوفها في اليد بنشوفها في السلة بنشوفها في الطائرة اللقطة التانية وهي درس في الرياضة أو درس في الإدارة الرياضية المبارح الكابت المحمود الخطيب كان موجود معاها الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ محمد الضماطي كان هو ممثل النادي الأهلي في هذه المباراة هو اللي مفروض يكون موجود في مراسم التتويج مبارح الكابت المحمود الخطيب هو نزل الملعب أو هو حضر المباراة علشان يكون في دفع كبير للعبات النادي الأهلي في حماس كبير ليهم علشان يكون في حافز كبير ليهم الحمد لله فازم المباراة لكن شوف النهاردة الدرس في الإدارة الرياضية كابت المحمود الخطيب لما نادى على الأستاذ محمد الضماطي وكان بيبلغه هنا اللقطة هنا وإحنا بنشوفه دام حضاراتكم كابتن محمود الخطيب هو بيشاور في المأسورة وبقول عايز الأستاذ محمد الضماطي وهو موجود معاه الأول وقف معاه وترك المشهد كامل للأستاذ محمد الضماطي علشان يكون موجود على مناصة التتويج مع الكابتن سامح حمدي رئيس الاتحاد أو رئيس اللجنة المؤقتة زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني مخرجنا بيعرض لنا اللقطة هي هو ده النادي الأهلي وهو ده العمل الجماعي داخل النادي الأهلي ما عندناش رئيس النادي بياخد الكاس وبيجربيه أو عندنا رئيس النادي بيقول أنا صاحب الفرحة أو صاحب التتويج أو صاحب الإنجاز أو صاحب اللقب دايما النادي الأهلي في دروس لازم الناس كلها تتعلم منها مبارح احنا بنروح للأقطة مهمين جدا لقطة بعيدة عن فوز النادي الأهلي أو الشكل المعتاد اللي احنا تعودنا عليه من أنيسات النادي الأهلي ولعبات النادي الأهلي بالفوز دايما بمطولة الدور ومطولة الكاز دروس في الروح الرياضية وأيضاً دروس في الإدارة الرياضية زيبد بقول لحضراتكم النادي لأهلي بيصنع كوادر كابتن محمود الخطيب لما فريق كرة القدم فاز باللقب الأفريقي البطولة التاسعة ما شفناهوش ظهر ولا تكلم بالعكس بالفرحة للعjes النادي لأهلي لكرة القدم بنشوف برضو تتويج النادي الأهلي بالصبر الأفريقي الكابتن محمود الخطيب ما بيظهرش ولا بيتكلم دايماً مجلس إدارة الناد الأهلي بيشتغل ثم يعمل ثم يشتغل علشان نشوف دايماً هو ده النتاج وهي دي منظومة الناد الأهلي وهي دي إدارة الناد الأهلي منظومة منظومة عمل جماعية علشان كده فيه نجاح ومشاء الله شايفين يعني فرحة واحتفالات كبيرة ويا رب دايماً ما إطاع عادة للناد الأهلي نشوف في كل ألعاب الصلاة ونشوف في كرة القدم وفي كل ألعاب الناد الأهلي دايماً تكون الفرحة موجودة بشكل مستمر دي ألعاب الصلاة